اثنان واربعون عاما مرت على الذكرى ذكرى يوم الارض الفلسطيني ومنذ ذلك الحين والشعب الفلسطيني باق على عهده منذ عام الف وتسعمائة وستة وسبعين حين رويت الارض الفلسطينية المحتلة بدماء شبابها ونسائها دفاعا عنها وما زال هذا الدم يتدفق إلى اليوم يروي ما تبقى منها جذور يوم الارض تعود ليوم الثلاثين من آذار من عام ستة وسبعين من القرن الماضي حين أصدرت حكومة الاحتلال في ذلك الوقت قرارا بمصادرة نهو 20 ألف دونم من أراضي قرى عرابة وسخنين ودير حنة وعراب السواعد وغيرها من القرى في منطقة الجليل المحتل لتخصيصها لمزيد من التجمعات اليهودية تحت غطاء مرسوم جديد أطلق عليه اسم مشروع تطوير الجليل والذي كان في جوهره الأساسي هو تهويد الجليل لكن الفلسطينيين أجهضوا ذلك المشروع بهبة يوم الارض سلاحهم فيها الحجارة والمولوتوف في هبة اتخذت شكل إضراب شامل ومظاهرات شعبية عارمة أعملت خلالها قوات الاحتلال قتلا وإرهابا للفلسطينيين حيث فتحت النار على المتظاهرين وقتلت ستة منهم إضافة لعشرات الجرحى والمصابين فضلا عن اعتقال نحو 300 فلسطيني لكن الإصرار الشعبية وتصعيد الهبة نجح في إجبار الحكومة الصهيونية على التراجع عن قرار مصادرة الأراضي يومها إلا أن الاحتلال ما زال إلى اليوم يحاول السيطرة واحتلال وتهويد تلك المناطق بطرق التفافية وفي موازات إحياء يوم الأرض بدأت فعالية مسيرة العودة الكبرى التي تشكل حدثا فارقا في التاريخ الفلسطيني المعاصر المتمثلة باعتصامات فلسطينية شعبية على الحدود الفلسطينية المحتلة وعند السياج الفاصل في غزة وفي مدن الضفة الغربية المحتلة وكذلك في الشتات وكل مكان فيه وجود فلسطيني للتأكيد على أحقية هذا الشعب بهذه الأرض لكن الذكرى تأتي هذا العام على غير سابقاتها من الأعوام الماضية فالمشهد الفلسطيني يزاد ضبابية منذ أشهر توجه إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني فضلا عن حديث عن إعلان ما باتت تعرف بصفقة القرن بقيادة أمريكية ومعاونة غربية وبعض من الدول العربية لتغيير ملامح الصراع الفلسطيني العربي الصهيوني في ظل تخبط في أروقة السلطة الفلسطينية وحديث عن السبدال الأمريكي لرئيس السلطة محمود عباس ومخططات تهدف لإلغاء حق عودة اللاجئين المتمثلة بسحب الدعم عن وكالة الأنروا لكن على الرغم من مرور أربعة عقود وعامين على هذه الذكرى يبقى إحياؤها إشارة إلى أن للأرض الفلسطينية صاحب لن يمل الدفاع عنها وأن الأرض الفلسطينية ستبقى محور صراع مفتوح مع الاحتلال الصهيوني حتى تحرير كل شبر منها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر